إذا ما تحدث مسؤول أمريكي عن خفايا ماضية فإن هذا يعني بطبيعة الحال الاعتراف بأخطاء السياسة الأمريكية في فترة 2003 وما بعدها بقليل وعلى ما يبدو أن الأزمة السياسية الحالية فتحت صناديق مغلقة من أوراق صناعة الحكومات وصياغة الدستورة وهنا الحديث على اللسان روبرت فورد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا والجزائر والذي عمل ممثلاً لبول بريمر في العراق ودبلوماسياً في سفارة واشنطن في بغداد حديث أمريكي ثقيل العيار إذن عندما يؤكد أن الدستور الذي صاغه العراقيون لم تتدخل به واشنطن لكنها فعلت خطأ يعترف به فورد بإتاحة بلاده الفرصة لتقاسم النظام السياسي بين الأحزاب لكن حدث ما لم تتوقعه واشنطن حيث استمرت آلة السلاح وشهدت الحكومة إخفاقاً بفعل نفوذ المحاصصة التي جعلت تراكمات الأزمة السياسية على ما هي عليه الآن مهددة بانهيار النظام السياسي الذي تشكل في 2003 للذهب نحو حل جذري يهدف لتفعيل دورة ديمقراطية والحكومات الوطنية وإنهاء نفوذ الأحزاب في بعض مؤسسات الدولة اعتراف أمريكي على اللسان روبرت فورد أكثر خطراً عندما يكشف عن أن واشنطن قبلت تحالفات تكتيكية مع ميليشيات موالية لإيران بهدف القضاء على داعش لكنه يؤكد أن طهران لعبت لعبة استغلال التحالف التكتيكي للتدخل في شؤون العراق السياسية أو توتير العلاقات بين الكتل السياسية في بغداد وتلك رسالة أكثر أهمية في حديث فورد عن أن واشنطن فتحت باباً واسعاً لأن يصنع ساسة العراق بيتهم السياسي بأيديهم لكن يؤكد ما قاله سياسيون عراقيون بأن غياب الإرادة الحقيقية عامل الرئيس في تفاقم أزمات التراهل والفساد وتفاقم النفوذ وتلك معضلات تقف في طريق بناء بيت سياسي وحكم رشيد في البلاد ترجمة نانسي قنقر